ولمك كده ان احنا مستمرين على ثلاثة اربعة ثلاثة طيب قول لي التشكيل اللي انت شايفه من وجهة نظرك ملائم بقى طبيعة فئة الوداد واللي انت عايز ايه من مطش وكمان مفيش رطوبة حسب لعبتك منلي مصاب ومنلي موجود ومنليش موجود على الوضع اللي شفناه النهاردة هو لو هيغير هيغير في الاتنين اللي قدام او في التاتة اللي قدام بس قول لي مين يعني هو هيغير هيغير في الشيكة وزيزي لا هو هيغير والجزير لو زيزه مثلا ربنا يشفيه رجع لو زيزه رجع اه هيحط وممكن روح ملايه ابو نجم يبدأ بيه ممكن هو يفكر بقول لك انا بقى انا بنحاول اه ممكن هو يفكر في ابو نجم يبدأ ابو نجم وابدأ بيه ومغرب وبلد وعايز اماتش كويس وراحت معه عمر السعيد فلو في تغيير لو في تغيير مش هيغير في حتة الورا ولا هيغير في البكين ولا هيغير في نص الملعب هيغير في الجزل اللي قدام بس يعني مش هيغير للوقت واللعيفة اللي موجودة يعني التاتة اللي وراء الوينش ومحمود عليها وعبغاني مش هيقعده فالتوح مش هيقعد مسلوسي مش هيقعد امام عشو مش هيقعد امام عشو مش هيقعد امام عشو مش هيقعد اتفق مع الكلام ده رمضان انا انا اللي شايفه من فرقة الوداد فرقة الوداد هيبقى عندها كسافة هجومية وده شكله طبيعي انه هو لازم يكسب تمام وخاصة في اول خمستاشر عشر ديئة طب احنا مطلوب مننا يبقى المطش مش مفتوح لا هو هيقفل الودادة يبقى فتح الملعب مثلا؟ الودادة يبقى فتح الملعب هو هيقفل في البداية وبعد كده يشتغل على الاجهات المرتدة خلال الشروط الاول زي ما كان بيعمل في المطشات المهمة اللي كان مركز فيها في مطشات التراجي والمطشات اللي هو اعتبر عمل اسمه وعمل نتيجة كويسة جدا فيها هو هيشتغل هو هيشتغل باربعة كده هو هيشتغل اربعة مش هيشتغل هيلاعب محمد عبغني بقريت وهيقعد المسلوسي وهيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد طب مين اتنين مين اتنين مين اتنين لا هيحط اوباما وهيحط وهيحط مام عشور وهيلعب تلاتة اه دي صعب عشرة هيحط شيكا وهيلعب ونجم وبين شرق انت كده انت عارفت عملتين انت اللبت ان انت راح تهاجم بقى هو لازم يهاجم كده هو مش لازم يهاجم انا وجمته اتغلبت ان اخرطت برها بطولة يا كابتن سلام هو هيثبت اربعة هيقفل زي ما كان بيشتغل في الاول هيقفل الاربعة المدافعين مفيش نحية هجومية او بنسبة عشرين في المية من نحية الهجومية اللي هما الاربعة محمود علاء والونش وعبغني وفتوح مشكلة ان انت في عياء رمضان من الاربعة دول مشكلة ان انت الاربعة دول لما يوقفوا الوقفة دي ونص الملعب راح منك ما بقاش الاربعة دول شو بمازم انت ما اشتغل امام عشور ووباما وهيشتغل امام بين شرقي وقوناج عندهم من ناحية دفعية كويسة يعتبر هيقلبها الاربعة اربعة امام برضو عندهم احد دفعية مش هوي يعني وقوناج برضو امام عشور مش السته من فكر كرتون والفترات اللي فاتت اللي هو كان مركز فيها في محناد الزمالك او مركز فيها في المطشوات اللي هي المهمة اعتقد ان هو او بنسبة كبيرة اللي هو يشتغل اربعة من تحت هو مش مركز عشان انت زيزو يا كابتن هيرجع الولاية الاولى ان شاء الله يرجع الولاية الاولى اللي كان شغل مستر باترس كرتون كان شغل اصلا بفلسفة تانية خالص كان الفريق بيدافع وبيلابع كاونتر اتاك بالوقت انت عندك فريق امكانياته اللي موجودة فريق ما يدفعش فريق انا بقى غلطان لو دفعت بيه لان انا قوة عندي في حتة هجومية فبقى انا لو ركزت دفاعيا وبتلعب على الكاونتر اتاك وبس مستغل سرعات انا مش عايز استحواز ده انت قوتك ان فرقتك جيد استحوز وقوتك ان هما قداروا يحطوا اي فرقة في نصف ملعبها وقداروا يفردوا لكمهم وشخصيتهم عند قعب الكورة اه شخصيتهم على اي فرقة وقداروا يلعبوا كورة لان هما فيهم كتير لعب الكورة فمنفعش احصل الميزة دي حكابت محمد النهاردة مع سجرادة مع احترام الفرقة سجرادة وفارق شاسع بينها وبين الودات خاصة في الملعب وفي الامكانات اللعيبة تمام وما قدرش يشتغل من ناحية اللاجوماية في بداية الماتش الشوت الاول كله لو انت شفت النهاردة الماتش الشوت الاول كله انت مرحتش لجون في اخر حوالي ثلاث ده ده ليه علاقة بهضم الطريقة هي الوقفة انت مش وخل على الوقفة دي هو يعني وقفت الثلاثة البعض هو مدير فاني يا كابتن محمد هشتغل مع فرقة اه ما اشتغلش في النحية في التدريب او محافظ اللعيبة اه طريقة اللاجوة هشتغل بيها اكيد اكيد اتكلم معهم واكيد محافظهم واكيد اشتغل عليها في التدريبات اللي هي تسبق المباراة لكن هو هيشتغل زي ما بقولك كده اللي هي الفترة اللي هي او الولاية الاولى اللي اشتغل فيها وعمل نتائج في نازل زمالك هيثبت الاربعة اللي تحت تمام وهيشتغل بزيزو امام عشور واوباما عشرة او اوباما و امام عشور لو زيزو فعالة انه زيزو مايرجعش وهيبقى اللعبة كله في الحتة النحية الهجومية انه هو هيلعب القوة الضربة لنازل زمالك في النحية الهجومية هلعب الجزير وبين شرقي ونجمع عشان الفرقة وعشان الاجواق وعشان بلده فاكيد هيحطه في البداية على اساس يطلع افضل ما عنده انا ممكن اتفق معاك في اللي بتقوله بس ما يبدأش بيه الماتش يسيبه حل ما تروح عنده ومؤجل ليه سيناريو الماتش عايز ايه من الشرط التانية محتاجة هاجم مطمعت في اللقاء فابدأ احول الطريقة زي ما انت قلت لان حالة اللعبة مساعداني مثلا ظروف الماتش سيناريو الماتش ساعدني ضربة سابت حد من الوداد خد انظار يعني اقدر تعب سيناريو ماتش خلال اللي غار الطريقة ديه شون عنديوش دفندر تاني عامل عنده دفندر تاني هتحق ممكن يقعد عبغاني ممكن يقعد المسلوسي ويلعب غاني بكراي عايزو دك لعن المصلحة تحق اعصي انقعد حد من الصد بكات sino انا الان لو قدر الله حد تعور انت با عندك مشكلة كبيرة الالتلات موجودين على فكرة الاني شوية لو حدت تعور بالنسبة للنفضين هتطر ترجع المسلوسي تضخيلوا جوا عبدا الشافي عبدالشافي تبقى تجرب. عبدالشافي. يعني هتبقى في مشكلة ان التلاتة انت حطوتهم مرة واحدة. انا ديه على الفكر اعلاني شوية. طيب بالنسبة اللروقة. هو راجل واضح ان الراجل يعني في الفترة اللي مش حطه في الحسابات قوي بيعوضه بالنغار طريقة. يعني هو بالنسبة له طالما طريق حامي مش موجود انا ما عنديش الديفندر رقم ست. اه يا كابتن ايبا هو بيعمل بيعمل غير اللي يفكر فيه. انت انت واحد مش مختنع به يحطه في الفرقة. وولاعب انت محتاجه او كنت بتدينه في بعض الاوقات بتطلعه من محمود عبدالعزيز بتطلعه من الفرقة. اه اكيد لا يعني. لا هو بالنسبة له معايش. بالنسبة له بالنسبة له من فوجة نظر يا محمود عبدالعزيز زي روقة. تماما. يبقى روقة له دور. كل عيد فرقة ليه دور. لكن واضح ان الراجل بيعمل تككيبة فنية كده اهم مش محتمل عليه. يعني مش وجود مسلا روقة ومحمود ابن عزيز فبالتالي هيقدر يحط بقى التلت رجوم اللي هو عايزه. هو غير هو غير طريق النهاردة عشان معنوش تاني. انا وجهت نظر كده. هو غير غير الطريقة عشان معنوش تاني اللي عمزة يا طريق حامل. وكمان ايه. لو مقتنع برويك هنحط. وكمان ايه معنوش تاني وعندي ماتشين وارا بعد برا. وماتشين وارا بعد لازم مخسرش. برا برا الحالة النفسية كابت النحمد بعد نتيجة النهاردة. اللي عيبة الزمالك. انا اتوقع ان هو من افضل مباراة. المباراة التالتة اللي هي تبقى مع الوداد. ان شاء الله اللي عيبة تبقى مركزة فيها. لان انت دايما الناد الزمالك انت ما تشاط الفرع التيلة والفرع القوية. بتعرف تشتغل معها وخاصة في الفرع العرب.